السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم العحد 25 الثاني نوفمبر طبعا القمر استقر اليوم في برج الأسد ورح يظل في برج الأسد لغاية الساعة 37 دقيقة من مساء يوم الاثنين لا ينتقل القمر بعديها لبرج العذراء بالنسبة لما نازل القمر طبعا القمر الآن موجود في منزلة الجبهة موعد بث الحلقة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة اللي هي للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو رح يظل فيها لغاية الساعة 12 و24 دقيقة من بعد منتصف ليلة السبت على الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 27 و17 دقيقة من فجر يوم الاثنين لا ينتقل بعدها لمنزلة الصرفة القمر الآن زي ما حكينا موجود في برج الأسد عشان هيك الناس اليوم من حولنا بيكونوا أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية ينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الأحبة يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وتعزيز العلاقات مع أحبائنا وأبنائنا يمكننا أن نقترض بعض المال بهذه الفترة أو نستثمر أو نشتري بعض الأشياء الثمينة مجوهرات أو أشياء ألبسة أو إكسسوارات مثلا ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا اللي بيلفت انتباه الآخرين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين بلوتو هاي الزاوية رح تبدأ تأثيراتها اليوم اللي هو 5-11 ورح تستمر لغاية 12-11 ذروتها يوم 9-11 الساعة 12 و16 دقيقة بعد منتصف الليل بتزيد من حد الذهننا وحدثنا ونقدنا تبنحنا حبل العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة بتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة بالدل على إشادة الصحف أو الصحافة ووسائل الإعلام بمجهودات الدولة في محاربة الجريمة وكذلك التحولات الجذرية اللي أنجزتها الدولة في بعض القطاعات لتجديدها أو إحياءها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاوب السلبية خطيرة جدا هي بين الشمس وبين أورانوس طبعا رح تبدأ تأثيراتها اليوم اللي هو 5-11 ورح تستمر لـ 21-11 ذروتها يوم 11-11 الساعة 25 دقيقة مساء بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب وبرضو ممكن يتمرد بعض الأبناء على أهاليهم غالبا ما تحدث بعض الثورات أو الإنقلابات العسكرية أو الإغتيالات في مثل هاي الزاوية بيزيد من عنادنا واندفاعنا والاستقلالية الشديدة والغرابة بتصرفاتنا بتجعلنا نقطئ في أحكامنا ومنعرف نوع من أنواع التحولات العنيفة في حياتنا من ميل للمبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لوعكات لها علاقة بالأمور لأزمات القلبية أو التشنجات دوليا بتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبرضو بتدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وزي ما حكينا بالبداية إنها بتدل على الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 3.45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها بنثق بوعود غير واضحة بنقبل باقتراحات غير منطقية بدنا نكون متيقضين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل لأنه هذا الشيء بيعرضنا لعسر الهضم أو التخمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 38.36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش طبعا بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع ما بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين بتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 4.59 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء بتزيد من خيالنا بتدفعنا لأقصى حدود الخيال السلبي والشك والغيرة بتسبب لنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري والظاهر والجانبان بالنسبة لهذا اليوم طبعا لأن زاوية التربيع راح تكون ما بين القمر وما بين الشمس ما يعني عادة إحنا ما مننصح بالعمليات الجراحية المصيرية وخصوصا للأعضاء اللي ذكرناها أما إجراء عمليات جراحية للأعضاء الأخرى في الجسم فما فيه أي مشكلة بالنسبة لعمليات التجميل طبعا اليوم ما بنصح فيها لا يصلح هذا اليوم لأن زاوية التربيع ما بين القمر وما بين الشمس يعني ما زالت الأجواء تصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي وصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الأسد معناة خلو المسار القادم راح يكون الساعة 7.25 دقيقة من صباح يوم الاثنين 6.11 ورح يستمر لغاية الساعة 7.38 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذراء يعني طيلة النهار عنا خلو المسار يوم الاثنين أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع الأخير عمره 22 يوم في تمام ساعة 29 دقيقة مساء بصير 23 يوم نسبة الإضاءة 45% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22.11 منتحس الآن بنسبة 60% في ساعات الظهر بتصير منتحسة بنسبة 100% وبتكمل طيلة النهار القمر في الأسد حتى يوم 16 منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 60% ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 90% أما في ساعات المساء برجع منتحس بنسبة 60% عطارد في العقرب حتى يوم 10-11 منتحس بنسبة 10% الآن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 40% الزهر في العذر حتى يوم 18-11 سعيد بنسبة 15% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 بعدين ببدأ بعملية التراجع الأخرى سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 15% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم ويعتبر هذا اليوم فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة بالأمور العاطفية لأن الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة حول تكرار المحاولات أيضا برج الثور ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجد اليوم تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهمش أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية برضو بدك تحذر اليوم لأنه فيه مصاريف إضافية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو سفريات قصيرة وبرضو بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على الفرصة الجديدة اللي تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هاي الفرصة عادة بتيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة وبرضو بتكون تنتبهوا من النصابين والمحتالين ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهمش أنه ما تتصرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل تطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي تتفائلوا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم تبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية بتعدلكم نشاطكم المفقود بما أن القمر صار موجود عندكم فبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعموا من خلالها مركزكم الاجتماعي في نوع من أنواع الانفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة والواقعية في حل بعض الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر خلال هذا النهار برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بيسيطر التعب عليكم اليوم لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب فحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حذروا من البدء بأي شيء جديد لا تسمحوا للقلق أن يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط ونظموا أموركم وضاعفوا مجهودكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم تنشطوا اجتماعيا لأن القمر موجود في بيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية فعشان هيك اليوم ممكن يتلقى بعضكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء اطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة بدوركم في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنه ما تبقوا وحدين وحاولوا أن تخرجوا للقاء الناس برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن العمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية هي فترة فيها صعوبة فعشان هيك بدك تكون حذر من المغامرات والمجازفات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد أو ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ابتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط فيك خلال هذا اليوم أهم شيء أنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة اليوم في فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبكم إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولو إق ممكن تناقشوا موضوع إرث أو موضوع مالي برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني طبعا الشراكات المقصود فيها الشراكات المالية والعاطفية وهذا بدل على أن القمر صار مقابلك تماما فحاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم ما تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت واتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي حاولوا برضو أنك تأخذوا قصة من الراحة ويهدأوا وكونوا عند حسن الظن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر